السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب وطالبات الصف الثاني الاعدادي مدرس بادري تايجرز الخاصة معكم مسأماني سيد مدرسة الدراسات الاجتماعية بالمدرسة اهلا بكم النهاردة بإذن الله هنتكلم عن الدرس الثالث في الوحدة الثالثة وهو بعنوان الهجرة النبوية الرسول محمد صلى الله عليه وسلم طبعا انتهينا الدرس اللي فات من البعثة النبوية الرسول محمد صلى الله عليه وسلم بدأ يلجأ الى اسلوب جديد لنشر الدعوة الى الاسلام بسبب معارضة قريش هذه الدعوة بل انهم منعوهم من نشر هذه الدعوة الرسول صلى الله عليه وسلم سنة 12 من البعثة التقى بوفد من اهل يسرب كان عددهم 12 يبقى قبلهم سنة 12 من البعثة وكان عددهم 12 عشر رجال من قبيلة الخزرج واثنين من قبيلة الاوس عهدوا النبي صلى الله عليه وسلم ان يؤمنوا برسالته ولا يعصونه في معروف وكان من اهم نتائج باعة العقبة الاولى ارسال النبي محمد صلى الله عليه وسلم مصعب بن عمير معهم ليعلمهم امور دينهم فكان مصعب بن عمير اول سفير في الاسلام وده سؤال مهم جدا وبييجي في معظم الامتحانات بعدها بسنة في العامل اللي بعده طبعا الرسول صلى الله عليه وسلم التقى في موسم الحج طبعا يا شباب موسم الحج ما كانوش بيحجوا الربنا كانوا بييجوا يحجوا حوالين الاصنام وما اول مرة يسمعوا ايه عن الرسول صلى الله عليه وسلم الرسول سنة 13 من البعثة التقى ب73 رجلا وامرأتين يعني 75 عاهته النبي صلى الله عليه وسلم ان ينصروا اذا هاجر اليهم طيب ما النتائج المترتبة على باعة العقبة الثانية اصبحت المدينة مهيئة لاستقبال النبي صلى الله عليه وسلم او ادى الى حدوث الهجرة النبوية في الوقت ده طبعا قريش تأمرت ضد النبي صلى الله عليه وسلم في دار الندوة طبعا وكان على رأس المتأمرين عمه ابو لهب قعدوا طبعا في دار الندوة اللي هو المكان اللي كان بيتم فيه الاجتماعات الكبرى لسيدة قريش وتأمروا ايه يعني ارادوا قتل النبي صلى الله عليه وسلم واختاروا من كل قبيلة رجل شاب فتي وقرروا ان يدخلوا هؤلاء الشبان الذي وقع عليهم الاختيار على محمد في بيته فيريدوه قتيلا ويفرق دمه بين القبائل حتى لا تصور لدماؤه بنه هاشم طبعا كان زمان فيه الاخذ بالسقر فهما مش عايزين ياخدوا بايه بالسقر ولكن عناية الله عز وجل وحفظ الله عز وجل للنبيه الكريم يعني كان سبب في ان ربنا عز وجل يوحي للنبي صلى الله عليه وسلم بالهجرة النبوية الخطة طبعا للهجرة دول اللي قدامنا في الشاشة اهم الشخصيات البارزة اللي الرسول عليه الصلاة والسلام استعان بيهم في الهجرة هقولهم ايه في الاول بدون ترتيب ابو بكر الصديق رافق النبي في الهجرة عبدالله بن ابي بكر تتبع اخبار المشركين لاخبارها للرسول اسماء بنت ابي بكر احضرت الطعام لابيها وللنبي صلى الله عليه وسلم عامر بن فهيرة يرعى الاغنام لاخفاء اثار الاقدام عبدالله بن قريقت كان دليلا استأجره النبي صلى الله عليه وسلم ليرشده الى المدينة علي بن ابي طالب نام في فراش الرسول صلى الله عليه وسلم لرد الامانات للناس ولتضليل المشركين الرسول صلى الله عليه وسلم يا شباب في البداية اخبر ابو بكر الصديق بانه سوف يرافقه في الهجرة النبوية كما انه اخبر ابو بكر بان يعد راحلتين للهجرة ابو بكر يجهز راحلتين للهجرة الرسول صلى الله عليه وسلم استأجر شخص يهودي لكنه يعني كان عارف الطرق كلها اللي بتؤدي الى شبه الجزيرة العربية كان اسمه عبدالله ابن قريقت كان رجل يهودي ولكنه كان رجلا امينا اسلم فيما بعد كان مرشدا للرسول صلى الله عليه وسلم في طريقه الى المدينة الرسول صلى الله عليه وسلم اختار عليه ابن ابي طالب لينام في فراشه ليلة الهجرة لرد الامانات ولتضليل المشركين خرج النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة الهجرة رغم ان المشركين دخلين عشان يعني ينفزوا خطتهم ضده ولكنه قرأ الآية الكريمة في سورة ياسيم واجعلنا من بين ايديهم سدا ومن خلفهم سدا فاغشيناهم فهم لا يبصرون وخرج النبي محمد صلى الله عليه وسلم من منزله الى طبعا ايه ابو بكر الصديق اختبقوا طبعا ثلاثة ايام في غار صور وهو غار يقع في جنوب مكة ثلاث ايام دول طبعا كانوا في انتظار عبدالله ابن قريقت علشان يجي لهم ويستحبهم الى المدينة في الوقت ده الرسول صلى الله عليه وسلم وهو في الغار امر عامر بن فهيرة برعي الاغنام لاخفاء اثر الاقدام كما انه امر عبدالله ابن ابي بكر بتتبع اخبار المشركين لاخبارها للرسول كما ان السيدة اسماء بنت ابي بكر الصديق كانت تحضر الطعام لابيها للرسول صلى الله عليه وسلم نجحت الهجرة النبوية ودخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وعائلة بنو النجار ألفوا النشيد المشهور اللي احنا كلنا بنحبه طلع البدر علينا من ثانيات الوداع طبعا هذا النشيد يعني ايه بنسمعه كتير في الاحتفال بالهجرة من كل عام عوامل نجاح الهجرة النبوية السرية التامة ما كانش حد يعرف ايه غير الرسول صلى الله عليه وسلم وسيدنا ابو بكر معاد الهجرة التخطيط الجيد الرسول صلى الله عليه وسلم خطط للهجرة بشكل زكي وجيد جدا اختيار القادرين على التنفيذ الرسول اختار عبد الله بن قريقة وهو رجلا أمينا اختار علي وكان يعني فتى أو رجلا شجاع جدا اختار أسماء وكانت فتاة قوية اختار عبد الله بن أبي بكر لأنه شاب فطن فالرسول صلى الله عليه وسلم اختار القادرين على التنفيذ وأولا وأخيرا توفيق الله عز وجل وعنايته لما نيجي بقى يا شباب نتكلم عن بناء الدولة الإسلامية أول شيء فعله النبي صلى الله عليه وسلم كان بناء المسجد الرسول صلى الله عليه وسلم بنى المسجد النبوي في المكان الذي نخط فيه الناقة أو المدخل المدينة النبوية بناء المسجد طبعا كان أول شيء وكان مهم جدا بما تفسر بناء الرسول صلى الله عليه وسلم للمسجد النبوي ليكون دارا للعبادة مدرسة إسلامية أو مدرسة لتعليم المسلمين أمور دنهم ومقرا للحكم تاني أساس لبناء الدولة الإسلامية كان المؤخى بين المهاجرين والأنصار آخ النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار والمهاجرين هم أهل مكة الذين تركوا دياري مهاجروا للمدينة بينما الأنصار هم أهل المدينة الذين نصروا النبي صلى الله عليه وسلم الرسول طبعا آخم بينهم ليسود الحب والتعاون داخل المدينة تالت أساس وده أساس مهم جدا وبيدللنا أن النبي صلى الله عليه وسلم رجلا صانع حضارة أن الرسول محمد صلى الله عليه وسلم يعني ما كانش رجلا أرسل لإرشاد الناس إلى عبادة الله فقط وإنما أرسل ليعلم الإنسانية مبدأ التعايش مع الآخرين وضع النبي صلى الله عليه وسلم صحيفة المدينة وهي أول دستور للمسلمين وضع وغير المسلمين وضعت صحيفة المدينة لتنظم العلاقات بين المسلمين داخل المدينة وغير المسلمين الرسول وضع هذه الصحيفة لأنه كان يعلم بمكر وغدر اليهود وضعها لينظم العلاقات أمن الرسول صلى الله عليه وسلم فيها سكان المدينة على أنفسهم وأموالهم بشرط التعاون مع المسلمين لحماية المدينة هل سيلتزم اليهود؟ هل سيتعاون اليهود يهود المدينة مع الرسول صلى الله عليه وسلم؟ كلام ده إن شاء الله بإذن الله أو السؤالين دول هنجاوب عنهم بالتفصيل في الدرس القادم بإذن الله وهو غزوات الرسول صلى الله عليه وسلم انتهى درس اليوم وإلى لقاء جديد بإذن الله تعالى في الدرس القادم وهو غزوات النبي كانت معكم مسأماني سيد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته